السلام عليكم كيف تمال بساريكم صحة لباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد مع وصفة جديدة دائما ما بين تحضيرات ديال عشورة نوجد معكم البنات الفقيقسات او القرشلات كل واحد كيف اشكي اسميهم ما الحين بعجينة واحدة سنوجدوا اربعة ديال نكاهات مختلفة وذا بنخليكم مع المقادر وطريقة تحت صفة البنات المقادر اللي غنحتاجون عندي هنا هي كاس ديال الماء عندي كاس ديال زيت عندي هنا البنات جوج ديال العلب هيدا صغارين ديال كريمة ديال طبخ عندي جوج بيطات عندي زليفة هيدا صغيرة ولا كاس ديال زنجلان منقي صفة البنات عندي كترة كبيرة ديال ملحة كترة ديال نفع مطحون كترة ديال يبزار وكترة ديال بودرة التوم والطحين حسب الخالط طحين طبيعة الحال اللي عندي مغربين وبنسبة النكاهات فاش غادي نقسمو العجينة ان شاء الله عندي هنا يا كيما كتشوفو ثلاثة ديال نكاهات المعقنوس والخماج مع الصحصار والهريسة مع الفلفل حمرام والتحميرة صفة البناتب اول حاجة غادي مبدا بيها بسم الله غادي كيما كتشوفو غا نطرر بديك جوج بيطات سوف نزيد الكريما ديال الطبخ تقدروا تعودها البنات بيوغور إلا ما عندكم الكريما عملوا جوز ديال العلب ديال دانون ديال يوغور او لا تقدروا تعملوا كس كبير ديال الحليب مهم هي صراحة الكريما كجي احسن ولكن إذا ما كانتش متوفرة ماشي مشكل سوف البنات غادي نزيد كس ديال الزيت كيما كتشوفو هاد القرشلة هادو ما عملنا شي فيهم الزبدة ولكن كيجي بصراحة مزيوني بزيف بزيف ان شاء الله إذا جربتوهم غايعجبوكم غادي نزيدو الليبزار سوف نخلط كل شي مزيان مزيان سوفي غادي نزيدك الزنجلان طبيعة حالي عندي منقية ومغسل تقدروا البنات انا بالنسبة لنا فعلي عملتو طحنتو تقدروا تغيط تنقيوا وتعملوا هيداك بلا ما تطحنوه أنا طحنتو سوفي غادي نزيد طحين بشوية بشوية سوفي غادي نزيد طحين بشوية بشوية سوفي غادي نقسم منهات الخليط على أربعة سوف تقدروا تعملوا كما عملتنا تقسموا غايع عينكم وميزانكم أو عبره مهم ماشي ضروري صراحة عبره يعني أنا قسمت غايع عيني ميزاني وصافي سوفي دابل بنات كل طريف ديال العجينة سوفي نعمل لنكهة مختلفة سوفي غادي نبدأ بهذا اللولا سوفي نعمل المعقنوز اللي نقيتو وغسلتو مزيان وطحنتو سوف نحصل على هاد بودرة هيدا ديال العجينة ديال ديال المعقنوز سوفي غادي نخلط مزيان مزيان وغادي نزيد طبيعة طحان لان العجينة معقنوز فاشتحان سوط لقليل ماء يعني العجينة كتكون خفيفة سوفي غادي نزيد الطحين بشوية بشوية وتنجمع العجينة ديالي هاد بودرة هيدا بعد محامة اللي نجمع سوف نضزن ديال نبا نجمع العجينة سوف نضف ندفع سوف نزيد سوف نضيف جزء الفرمجة ونضيف حتى تصحيح المنزل لنضيف المنزل سوف نضيف المنزل كما ترون معي هذه القرشة سهلة لن يوجدها بلا مرشم ونضيف مرشم لا يوجد المنزل لن يجب أن يكون المنزل لن يوجد المنزل كما ترون ونضيف القماج لن نضيف مده لنضيف ألف كامل لنضيف المنزل لنضيف المنزل وقامل سوف البنات بعد أن أجمعت العجينة كما تشاهدون هذا هو القوام للجينة كيف تكون لا تكون قصحة البنات دا بغا ندوز باش نعمل نكها أخرى نعمل الهريسة بالنسبة للبنات اللي ما كيبغيوش الحر تقدروا تعملوا غير فلفلة حمرة و تعملوا الهريسة يعني بالفلفلة حلوة تقدروا وجدوها في الدار أنا صراحة عزيزة ليا الحر عملت الهريسة اللي حرة حرة بزبزة سوف ندخل الهريسة البنات في العجينة كما تشوف وزيتها ليا واحد شوية ديال الطحين سوف نجمع الخريط ديالي كنحصل على اللون في حال هيدا وبالنسبة للعجينة هادية هادى الطريفة قد نخدمه هكذا يعني غير ملسم غير زنجلان غير كش يعمل في العجينة في اللوه والوصافي ولكن بصراحة تورك يزوين غير شوية ديال الطحين باش نجمعه وصافي لا تنظروا شيء صراحة غير لدي الوليدات كي يجبون هكذا لا يجبون هكذا كلمة عقنوز والحار كي يجبون هكذا خليت هذا غير حسب لوليدات باش تهو ما يقيسوا من القرش لسدي العشورة يجبون هكذا هكذا لا يجبون يجبون هكذا نحنروا عودة ونحرروا العادي يعني بلا مرشم فتشي حاجة ديالطحان ونحنروا العجينة هادى كما تشوفوا الفيديو كيف يضحرسوا البنات مهم كما قلتكم هاد القرش له هادو صراحة ساهلين بالزربة كنوجدوهم سوف نستمر بهذه الطريقة تنسى الكويرات الأولانية واندوز ان شاء الله نطلقه آخرين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا انا قمت بالطريقة نفس الشخصات على الأبناء بعد أن قمت بقصد وقمت بقصد وقمت بقصد وقمت بقصد وقمت بقصد فقط لهم هذا هو العبار الذي قمت بها سوف ننسى لهم كامل في التقطع سوف ننسى لهم كامل في التقطع سوف ننسى للحرارة باستين بالنسبة أن هذه القريش لات البنات لا يمكن أن يكون لديهم يمكن أن يكون لديهم حاجة بحاجة ليس ضروري تستعملوا هذا لا يمكن أن يكون لديهم ولكن أهم شيء هو الطيب في الفرران يجب أن نقص لهم العفية لا يمكن أن يكون لديهم يعني تشعروا العفية من تحت او لا تشعروا العفية من فوق ولكن ضروري تشعروا الفرفارة سوف نستمر على هذه الطريقة تنسى لهم كاملين ونرجعوا من الفرران إن شاء الله يكملوا الطيب ونطلقوا في شكل نهائي سوف ندخلهم سوف ندخلهم الفرران سوف ندخلهم سوف ندخلهم سوف ندخلهم ونحن ندخلهم ونحن ندخلهم ونحن ندخلهم شكرا على المتابعة ونطلقوا في الفيديو جديد ونحن ندخلهم واسلام عليكم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر